يعني فيه ناس ما عفقتش على هذا القرار اللي هو سعد معمول آه سعد الشازلي لا ده ده قائد الجيش التاني لكن برضو لا أنا أقول عليه هو كان رافض برضو تماماً يعني المسألة ديت لكن السادات أصر بس المهم بقول لنا إيه اللي حصل يعني هو نتيجة بقى دفع الفرقة دي اللي كانت موجودة في الغرب آه وكان طبعاً لا يمكن يجرؤ على العدو الإسرائيلي على أنه هو يتقدم في هذا الاتجاه طالما أن هناك فرقتين في الغرب بهذه القوة وهم الفرقة 21 والفرقة الرابعة المضرعة ده الغرب ده فين في الإسماء عليها؟ غرب القناة غرب القناة آه أوكي غرب القناة يعني بتبقى للخلف في حدود من 30 إلى 40 كيلو 25 يعني في الحدود دي تمام يعني فرقة بتبقى متمركزة فتبقى قواتها متوزعة تمام في حوالي من 20 إلى 25 كيلو إلى حوالي يعني ما يقدرش يعبر تاني إلينا يعني لا 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 هو هيبقى موجود في الغرب آه لو أي حد عيفكر إنه هو يعدي أو يحدث أي حاجة في الغرب هتقوم بالعناصر المضرعة دي والفرقة طبعا متبقى في حدود 300 دبابة آه طبعا ده رقم كبير يعني هتقوم بضربات مضادة متقدة عليه وعلى أي حد ممكن يعدي في الغرب تمام فكان نتيجة إن الفرقة دي بتعدي أنا بقى بتكلم هما هتكلم في الشريحة اللي أنا كنت فيها آه فرقة 21 كان من نطاق المنطقة الدفرسوار فين رأس الكبري بتاع الفرقة 16 آه اللي هو شرق القناة اللي فيه منطقة آآ الدفرسوارشار أو قرية الجلاء أو ما يطلق عليه المزرعة الصينية تمام قاطعا يعني سهل غاية الطريق الأوسط فطبعا هذا القطاع بقى موجود فيه فرقتين آه فرقة 16 وفرقة مضرعة كمان تمام بالإضافة للوقات مضرعة أخرى دفعت للتطوير في اتجاه الشرق يعني إيه التطوير مع الشريحة؟ يعني هنتقدم أكثر آه هنتقدم وعدنا القناة إحنا عدنا أصلا وعملين رأس كبري في الشرق آه القوات المضرعة دي كانت موجودة في الغرب تمام هتعدي القناة الأول آه في منطقة انتظار دي هتعدي وبعدين تتحرك بعد كده من خلال الكبري المشاه آه لتتقدم بقى في الشرق خارج رأس الكبري واللي حصل بقى أن إحنا كشفنا حتة مننا هو كده مين بقى اللي كشف هذا الكلام برضو يعني هم تأكدوا منه الإسرائيليين يعني والغرب عموما يعني أنه يصل الأولادة المتحدة الأمريكية آه طائرات الاستطلاع الأمريكية والأقمار الصناعية طبعا والصور نقلت هذا الكلام طبعا لو أن الظاهر القوات أصبح إلى حد ما فاضي فاضي مكشوف مكشوف الشكاسة مو أفغرة مكشوف تمام طبعا القوات دي لم توافق في تحقيق المهم اللي قال كانت مفروض توصل لغاية حوالي 30 كيلو في العمر إلى منطقة لغاية سماس تاسع أو خط ماشي من التاسع يعني آه لم تتمكن طبعا من تحقيق المطلوب نظرا آه لأنه أعدت لها كماء قوية جدا تدخلت ضايا فبالتالي أصبح الموقع لكن حصل فقد في الفرقة دي واللواة اللي تقدموا دول شيء طبيعي مواصل القتال فيه دي لا بس يعني بزيادة يعني عشان ما كانوش محميين ببقية الجيش أو بالجو خرج تقصد يعني خرج برا لحد الأمامي بقى لرأس الكوبريا آه لكن في كماء بقى أعدت وفي قواعة وفي إمدادات بقى جات من الولايات بتاعة الأمريكية الإسرائيل طبعا لأنه إحنا كنا مكبدينا لغاية قبل هذه الضربة حوالي ألف دبابة خساية آه خلال هذه الموضة ده القم ضخمة جدا رهيبة طبعا طبعا وهم كمان القوة العددية عندهم ضعيفة يعني لا يعني كل ده أنا بقوله يعني ده كمان ده المكتوب لأن أنا كنت داخل رأس الكبري ما خرجتش برا رأس الكبري آه لكن عمال القتال كانت قدامنا سلطة واضع يعني تمام بس نتيجة هذا الكلام طبعا من بعد كده العدد بدأ يجمع قواته بقى مرة أخرى تجميعه عشد شديد جدا آه وإصرار على أنه يحدث صغرى في هذه المنطقة للعبور إلى الغرب هل بالجو لا كله هو في الأساس يعني يقدر يتقدم بريا في الحالة دي اللي وورا دي وقبل بري آه هو يهم جدا لأنه في نظريته الزراع الطولة اللي هي بتاعته اللي هي القوات الجوية الإسرائية آه طبعا أنت هنا لغاية يوم 14 لو يوم 15 أنت كنت قوات الدفاع الجوي بتاعتك بصلابة وبقوة لم تمكن العدو من أنه يقترب للقناة حتى 20 كيلو متر صحيح أو في حائط الصوريخ في النصر ليس ما فيش حل قدامه غير أنه لازم يروح لها برا فمن هنا أجيب المنطقة اللي هي بقى من البحيرات دي آه بدأ يحط أو يركب معاديات آه ويحمل عليها بعض من عناصر الدربات يا دا عمل حاجة شبه اللي إحنا عملناه في 6 أكتوبر يعني بس في معنطقة البحيرات آه بقوات محدودة أيها طبع عشان ما تتلاحش غير لها بحيث إن هذه القوات يعني مثلا كل مجموعة قتالية بتبقى حوالي 7 دبابات 10 دبابات آه كده يعني بحيث إنه يعني يوصل يتمركز يعني هو هيروح للدفاع الجوي آه القواعد الصواريخ اللي هي موجودة في حوالين هذه المنطقة آه عشان يفضي حتة من الصواريخ اللي بتكمل بعضها عاملة حائط صواريخ بحيث إنا لازم نقول إن إحنا كن عندنا حائط الدفاع الجوي قوي جدا عندنا عناصر برية واقفة على رية تمام أي رغم إن اللي حصل التطوير ده من الغرض اللي ده غرض سياسي آه واتيجة اللي حصل منه تمام هوا بدأ يفكر في إن هو يحدث صغرف عاية الصواريخ عملت إيه بقى القوات المجموعات القتالية الصغيرة دي توجعت إلى قواعد الصواريخ دي في الغرب صح؟ غرب القناة وما فيش بقى هنا هي يعني عناصر تحقق لها الوقاية تمام أو التأمين تمام فبدأت هي الدافع عن نفسها عملت تدمير كبير ولا احنا تنبهنا على طول وطوقناها لا هو الموضوع كله تم يعني نقول النتيجة عشان ما نخشش في تفصيلات ممكن يعني تبقى بعيدة شوية عن فكر المشاهدة تبقى صعب شوية عن مشاهدة بالضبط كده هو القصة كلها دلوقتي بقى هو الهدف إنه هو يحدث صغرة في حقاة الصواريخ فهتحصل تدمير لبعض هذه القواعد بواسط القوات دي القتالية المجموعات دي احنا برضو عندنا الحقيقة الدفاع الجوي يعني حاجة يعني نفخر بيها كلنا بدأ يحرك في عزين العناصر ويعيد تاني تكوين هذا الخط بالانتقال والتكتكات بتاعته ويطوق المجموعات دي بحيث إنها تبدأ برضو إن حقاة الصواريخ ده ما يبقاش فيه صغرة كبيرة ممكن ينفذ بنا إلى العمق بعد كده وهل المجموعات القتالية اللي أرسلها العدو دي تم أسرها أمن بقى بعد كده في هذه الحقيقة توجهت بقى قوات سعقة وقوات مظلات ورجعت الفرق اللي كانت طلعت قدامه وما لحقتش تاني دي موجودة دخلت في رأس الكبري تاني آه يعني رجعت لما كانها الأول دخلت في رأس الكبري نفسه تاني موجودة من هنا بدأت حصار لهذه القوات في الغرب آه وده بيؤكده التاريخ هنا مكتوب يعني لنا يعني حاليا إن إحنا شكلنا أو عملنا خطة آي اسمها خطة شامل ثم الخطة الشامل المعدلة آي تم حصار العدو الإسرائيلي كاملا في الغرب حوالي من خمسة للسابعة اليوم وكان هتم أفل عزيز صغرى بوسط قواتنا برضو اللي موجودة شرق القناة هو غرب القناة آه بحيث يتم أسر كل عزيز قوات وتقع في الأسر هو ده اللي خلي حدتك في مرة صرحت وقلت إنها العملية دي كانت صفعة قوية للجيش الإسرائيلي ده سيدة الرئيس السادات بنفسه لا الكلام ده مش أنا آه إحنا بنقول اللي حصل تاريخيا فيها أنا ما كنتش في السياسة في العدد دي لكن أنا كنت وجده قدامي آه بلكن هو زي ما صرح الرئيس السادات قال إن الرئيس كسينجر توجه فورا بعد كده لجاله في الأسوان آه وقال إن احنا مش هنسمح بهزيمة السلع الأمريكي آه وده كان هيحصل فعلا لو انطبقنا الخطة الشامل وده بيؤكد إن قواتنا كانت مستعدة وجازة يعني عرفنا من التقرير كمان ومن الـ